أعلن وزير الخارجة السوري والد المعلم الذي يقوم بزيارة إلى الصين اليوم أن دمشق مسعد للمشاركة بمحادثات جينيف برعاية الأمم المتحدة في أواخر يناير المقبل أوضح المعلم أن الحكومة السورية مسعدة للمشاركة في الحوار بين السوريين في جينيف بدون تدخل أجنبي معبرا عن أمله بأن تساعد هذه المحادثات في تشكيل حكومة وحدة وطنية ومشددا على أنه من واجب كل الدول تنفيذ قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص ميدانيا قتل عشرون مدنيا على الأقل بينهم سبعة أطفال في غارة نفذتها اليوم الطائرات الحكومية استهدفت بلدة الحمورية في الغوطة الشرقية معقل الفصائل المسلحة في ريف دمشق وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهة أخرى علن المرصد أن تنظيم داعش وسع سيطرته في مدينة دير الزور شرق سوريا بعد مواجهات أدت لسقوط عشرات القتلى من الجانبين وأوضح المرصد أن مقاتلي التنظيم سيطروا على حيا صناعي بالمدينة